في نفس السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن مؤتمر المانحين الرابع حول سوريا بدعم دولة الكويت والأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا يمثل دفعة جديدة لآليات تمويل العمل الإنساني وقالت المنظمة في بيان إن هذا المؤتمر سيعيد الزخم مجددا لدعم البرامج الإنسانية التي يحتاج إليها السوريون في محنتهم وذلك بمشاركة من كبار قادة الدول ورؤساء المنظمات الأممية والإنسانية وممثلي المجتمع المدني إذن تنضم إلينا مراسلتنا جهان حبيب للحديث حول الدور الذي تلعبه دولة الكويت في رفع معاناة المحتاجين حول العالم من خلال المنظمات الدولية أهلا عشية انطلاق مؤتمر المانحين الرابع الذي تصدفه المملكة المتحدة لابد من تسليط الضوء أكثر على معاناة اللاجئين السوريين وإبراز دور دولة الكويت في إغاثتهم نحن متواجدون معكم من بيت الأمم المتحدة مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حيث تنضم إلينا رئيسة باثة المنظمة الدولية للهجرة السيدة إيمان عريقات أخت إيمان تعتبر هيئة الأمم المتحدة المنظمة الدولية الأولى المعنية بقضايا اللاجئين وهي كثيرة طبعا إلى أي مدى تعتبر هذه المؤتمرات مهمة وضرورية للاجئين وماذا تنتظرون من هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم مع دخول الأزمة السورية عامها السادس للأسف وزدياد أعداد النازحين داخليا إلى ما يتجاوز السبع مليون وخارجيا أعداد اللاجئين تجاوزت الأربع مليون مسجل عدا ناهيك عن أعداد المهجرين والفوضى التي تحصل للأسف الشديد عبر الهجرة من البحر الأبيض المتوسط مع شح الموارد وقلة الموارد اضطرت العديد من المنظمات الدولية إلى تقليص عملياتها التشغلية مما أثر سلبا مباشرة على ضحايا الأزمة السورية فعقد مثل هذه المؤتمرات هام وضروري للغاية لجمع التبرعات للاستفادة من العمليات التشغلية الإنسانية التي يستفيد منها مباشرة ضحايا الأزمة السورية سمو الأمير حفظه الله ورعاه سطر تاريخا ذهبيا حافلا بالعمال الإنسانية ومد يد العون للضحايا الأزمة السورية على مدار سنوات كيف تقرؤون هذا الدور دور سمو الأمير حفظه الله ورعاه ودور دولة الكويت في العمل الإنساني؟ حقيقة صاحب السمو هو قائد إنساني بجدارة استحقاقات تكريمه من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جاء عن جدارة بسبب أن صاحب السمو مبادراته الإنسانية المؤتمر المانحين الأول والثاني والثالث والتي هي شكلت قاعدة حقيقة للدول العالم للانطلاق في مؤتمر المانحين الرابع من بريطانيا دبلوماسية صاحب السمو كونه كان يعتبر شيخ الدبلوماسيين مصطلح عالمي جديد وهي الدبلوماسية الإنسانية أصبحت أياد الكويت البيضاء أينما كان هناك تواجد للمنكوبين أو الأزمات هناك يدهم بيضاء كويتية تمد لهم يد العون لو لا مبادرات صاحب السمو مؤتمر المانحين الأول والثاني والثالث لما تشكلت هذه القاعدة التي كنا نأمل وندعو دائما قادة العالم أن يحذو حذو صاحب السمو بريادته الإنسانية بحقيقة يعتبر لكل العاملين في المجال الإنساني هو بطل إنساني حقيقي لأنه حينما تشتد الأزمات نحتاج بطولات وهنا ظهرت بطولة صاحب السمو رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة السيدة إمانة ريقات شكرا لك عودة لكم لمتابعة نشرة الأخبار إذن كانت معنا جيهان حبيب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر